فإذن أحبائي صعب إنه الإنسان يعيش في ظلم في زل في قهر صعب إنه الإنسان يعيش دايماً منكس الرأس تعبان منحني عنده روح إنحناء فإذن الشيء اللي بيتعب مش بس الخطيئة الهموم والحزن والإنحناء أحبائي وبتعرفوا المشكلة الأخرى مشكلة الضمير عذاب الضمير كم من الضمائر المعذبة واللي حاسس تحت ثقل شديد من الشكاية لجرائم ارتكبها ولخطايا اقترفها كم من الناس اللي تبدو قديسين من الخارج لكنها مشوهة وملوثة من الداخل صدقوني ما في حد أحسن من حد أنا وإنت كلنا من ارتكب كل أنواع الخطايا أنا وإنت محتاجين لنعمة الله نعمة الله هي عطي غير مستحقة أنعم علينا من خلال المحبوب من خلال الرب يسوع المسيح لكن في شريحة كبيرة اليوم من المجتمع اللي عايشة عذاب الضمير عذاب الضمير أحبائي اليوم يعني كتير ناس مهزومة مهزوزة مش عم تتطور مش عم تنمو بتحاول تعمل شيء مش عم تقدر بتجيب فلوس لجيوب مذقوبة كأنه في لعني بتعمل كل المحاولات لكن كل المحاولات باقت بالفشل المشكلة في أيام المسيح أنه الناس مش عم تقدر تصل للمستوى أو المطالب الله اللي طالبها مكتوب أجرة الخطيئة هي موت وأما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا موسيقى